مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم إلى هذه المقابلة الخاصة التي أجريها في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف سيد لفروف شكرا على إتاحة هذه الفرصة للقائكم واسمحوا لي أن نبدأ من الوضع في سوريا كثيرون في الغرب وفي العالم العربي ينتقدون موقفكم تجاه ما يجري في سوريا ويعتقدون أن دعم روسيا لنظام بشار الأسد يعد ردا منكم على ما جرى في ليبيا ما تعليقكم؟ لقد تعودنا أن نبدأ بأنفسنا قبل أن نحلل مواقف الآخرين نسعى للتأكد من صحة مواقفنا ونضعها وفق معايير واضحة هي مبادئ القانون الدولي وأهداف ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة باحترام سيادة ووحدة أراضي الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ورفض التهديد باستخدام القوة ورفض محاولات حل المشاكل بوسائل غير سياسية معدى تلك الحالات التي تتخذ فيها قرارات بواسطة مجلس الأمن الدولي إنهم ينتقدوننا لأننا استخدمنا مع الصين حق البيتو في مجلس الأمن الدولي لقد فعلنا ذلك بوعي تام ليس بهدف الانتقام بل الحيلولة دون سماح بخرق ميثاق الأمم المتحدة وقد دافعنا عن هذه الببادئ بواسطة الفيتو لقد أراد شركاؤنا اتخاذ قرار يفسر من جانب واحد وبصورة مشوهة ما كان يجري على الأرض ويعمد لمعاقبة النظام السوري ويفتح الطريق لتغييره والأمريكيون يعترفون بذلك إن مهمة مجلس الأمن الدولي هي تهيئة الظروف لحل المشاكل بطرق سلمية ونحن إذ نستقرأ الخروقات الفاضحة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وخروقات الالتزامات الخاصة بحماية المدنيين التي سمح بها بشار الأسد لا نستطيع رغم ذلك أن نتخيل وكأن الأسد يجابه متظاهرين عزل يتعرضون لأعمال عنف بدون استفزاز المرحلة الراهنة من الأزبة مختلفة تماما هناك مواجهة بين فصائل مسلحة جدا هي فصائل حكومية والجيش السوري الحر التي أعلنت أخيرا فصائل فيه الالتحاق بمقاتلي القاعدة في سوريا وتلك إشارة خطيرة جدا سبق أن حذرنا منها لكن شركاءنا في الغرب يفضلون تجاهل تحذيرنا تماما مثل بعض دول المنطقة التي تريد تغيير النظام عذرا سيد الوزير لكما تتحدثون عنه وقع بعد عدة أشهر من بدء الأحداث أقصد الاشتباكات المسلحة بين القوات الحكومية والمعارضة لقد سجلت أول اشتباكات مسلحة بمشاركة أفراد المعارضة المسلحة في أبريل من عام 2011 وسرعان ما نظم تدفق الأسلحة والمعدات اللازمة لتخذ المعارضة صراعا مسلحا أكرر إننا ندين أي أعمال عنف ومن ينتقد روسيا يدين فقط العنف من جانب الحكومة السورية وهذا هو الفضل كيف تصفون الأوضاع الراهنة في سوريا؟ هل هي ثورة كما تقول المعارضة؟ أم إنها حرب أهلية؟ أم مؤامرة كونية كما تردد دمشق رسميا؟ قبل كل شيء هو نزاع مسلح وفقا لتصنيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر النزاع الداخلي يقصد به وجود قوات حكومية ومقاتلين يجابهونها إنها حالة محزنة جدا لقد بدأت الأحداث في سياق تطورات الربيع العربي قسم من الشعب السوري غير راض عن وضعه وطالب بالإصلاح وتحسين أحواله المعيشية ووضعه الاقتصادي والاجتماعي وديمقراطية الدولة وجميعها طموحات واضحة نتفهمها ونتعاطف معها ليس فقط فيما يتعلق بالشعب السوري بل بشعوب البلدان العربية كلها لابد من الجلوس إلى طاولة المفاوضات وأن يتفق السوريون بأنفسهم بشأن مستقبلهم لا أعتقد أن الأمر يتعلق بمؤامرة خارجية نعم دور القوى الخارجية واضح في مراحل معينة والدعوة المباشرة إلى تسليح المعارضة وحثها على رفض المفاوضات مع النظام وأن تستمر في الصراع المسلح كل هذه الدعوات تصب الزيت على النار وتتعارض مع القرارات ذات الصلة في مجلس الأمن وخطة كوفي عنان وبيان الجنين سيد لفروف القيادة العسكرية الأمريكية أعلنت عن اهتمام تركيا والأردن بإنشاء منطقة آمنة على حدود البلدين مع سوريا وهو ما يطرح سؤالا حول منطقة حذر جوي على سوريا ما رأيكم حول هذه المبادرات؟ فيما يتعلق بموقف تركيا والأردن أفضل أن أسمع بهذا الخصوص من القيادتين التركية والأردنية مباشرة لقد سمعت ما ذكره ممثل القيادات العسكرية الأمريكية وهي ليست المرة الأولى التي يطرحون فيها هذا الأمر إن ذلك سيكون انتهاكا للسيادة إذا شملت هذه المناطق أراضٍ سورية وكذلك انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة إذا كان الهدف الاهتمام بمصير اللاجئين والنازحين فنحن أيضا نرغب في تسهيل أمورهم ومن الضروري الاتفاق حول هذا الشأن وفق آليات شتى لقد قامت فاليري أموس مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية بزيارة دمشق وعدد من المناطق السورية وهناك موافقة من الحكومة السورية لحل هذه المشاكل وثمت إرادة للمفوض الأعلى لشؤون اللاجئين مستعدة لتقديم المساعدات للاجئين في المعسكرات الموجودة على الأراضي التركية والأردنية والدول الأخرى من خلال الأساليب المتبعة حسب القانون الدولي الإنساني أما إذا حاولوا إنشاء مناطق آمنة ومناطق حظر جويا لأهداف عسكرية فهذا أمر غير مقبول ومع ذلك يقول الأمريكيون إنهم لا يستبعدون استخدام أي بديل يحقق إسقاط الأسد الأمريكيون دائما لا يستبعدون شيئا هل لديكم مخاوف بخصوص تطور الوضع بالالتفاف خارج إطار مجلس الأمن؟ أمريكا أعلنت بالفعل أنها ستتحرك خارج إطار مجلس الأمن الدولي وهو موقف غير مفهوم لنا تماما لأنها أعلنته بعد أيام قليلة من اجتماع جنيف الذي نتج عنه تشكيل لجنة عمل أصدرت بيانا فصل خطة عنان بنقاطه الست وأقر هذا البيان لكن عندما بدأنا النقاش حوله في مجلس الأمن كنا مستعدين لإقراره حرفيا بدون إضافة تعديلات لكن اتضح أن شركاءنا لم يكنوا جاهزين لذلك لقد حاولوا تفسير البيان وكأنه يحتوي على تفويض بإسقاط النظام حتى استبعاده عن المفاوضات وهو ما لم يتضمنه البيان إطلاقا لقد تضمن لغة إنجليزية واضحة وبسيطة ضرورة وقف العنف من جميع الأطراف وأن تقدم الحكومة والمعارضة أسماء المفاوضين الذين من المفترض أن يجتمعوا للتوصل بالإجماع إلى تكوين هيئة انتقالية تضم ممثلي الحكومة والمعارضة على أساس توافق السوريين أنفسهم أعتقد أن ما نسمعه من واشنطن وبعض العواصم الأخرى حول موت بيان جينيف أمر غير مسؤول فهو أهم اجتماع تم التوصل إليه حول سوريا بمشاركة الدول الغربية والولايات المتحدة والأوروبيين وروسيا والصين والدول العربية الرائدة وتركية والقول الآن بموت البيان يعني أن هناك من يبحث عن أي ذريعة للإعلان عن عدم وجود أفق للوسائل السلمية للتسوية واللجوء إلى عمل عسكري ما وهو ما يقلقنا جدا إنه طريق لكارثة كبيرة في المنطقة لقد دعوتم إلى اجتماع لمجموعة العمل حول سوريا في مجلس الأمن الدولي على مستوى المندوبين الدائمين كيف يمكن أن نفهم هذه الخطوة؟ هل هي محاولة لإنعاش ما تم التوصل إليه في جينيف؟ ما تم التوصل إليه في جينيف لم يدفنه أحد نحن على الأقل لم نقم بدفنه ولم نسمع أن دولاً أوروبية أو الصين أعلنت التنازل وكذلك الحال بالنسبة للدول العربية والأتراك إعلان الولايات المتحدة أن هذا البيان طويت صفحته أمر يفتقر إلى أسس ملموسة أو واقعية الواقع يقول إن بيان جينيف يحتوي على كافة العوامل الضرورية لتحول النزاع إلى مجرى سياسي وذلك يتطلب ليس مجرد أن تسمع الأطراف السورية هذه الدعوة بل وأن يقولها اللاعبون الخارجيون لأنهم يمتلكون درجات مختلفة من التأثير على الأطراف السورية لذا يتعين على كل من حضر اجتماع جينيف وأيضاً السعودية وإيران اللتان لم تحضره بأن يرسل هؤلاء اللاعبين نفس الإشارة إلى كل السوريين الذين يقاتلون بعضهم البعض حالياً لو كنا جميعاً مستعدون للقيام بذلك لاختلفت الأوضاع تماماً في العام الماضي شرعت بعثة المراقبين العرب في العمل وأنهيت مهمتها لأسباب غير مفهومة والآن تنهى مهمة بعثة المراقبين الدوليين ويحل محلها بعثة أممية في دمشق كل ذلك بالإضافة لمحاولات دفن بيان جيف وهو على قيد الحياة يعزز الانطباع بأن ثمة من يبحث عن ذريعة لإثبات عدم نجاعة الأساليب السياسية في الحل وتبرير وتشريع التدخل العسكري كنا نريد بالفعل عقد اجتماعاً في نيويورك للمندوبين الدائمين لجميع الدول التي حضرت اجتماع جينيف بالإضافة إلى السعودية وإيران لكي نقول نعم كنا في جينيف وعقدنا مفاوضات نزيهة وبناءة وانتهينا بالإجماع إلى موقف لا يزال يحتفظ بمفهولك وإننا مستعدون لتطبيقه نحن نتمسك تقليدياً برقب واضح لحل الجميع الأزمة يتمثل في ضرورات تواصل إلى مواقف الجماعية يتم تنفيذها من الإجماع وهو ما حدث في مجلس الأمل حديث عن إقرار خطة أنان والتزمنا حسن عياني جينيف وإعدائنا خارجينا بالضغط على كافة الأطراف بسرورية غير محناتين خلافاً للواقع على الأقل نحن بدون مواربة أعطينا جواباً لإختراع مبادرات تمثير ضجة كإنشاء التحاول الحظر الجوي أو مناطق آمينة فهذا يعني إما أنهم غيروا رائع من جوهر النزاع وهو ما لم يكن عن ذلك إلا على أساس توفقي وجماعي كما تم التنسيق بشأنه في جينيف ومبادرتنا اليوم تتلقص في تطبيق ما تم التوصل إليه في جينيف برأيكم ماذا يمكن أن يحقق خليفة كوفيانان في حل المسألة السورية الآن وبعد تعيين الأخضر الإبراهيمي الدبلوماسي الجزائري السابق ماذا بإمكان الإبراهيمي أن يحقق في ظل رفض نظام الأسد وقف العنف الجميع يرفض وقف العنف وإحدى أهم النقاط في إطار بيان جينيف تتحدث عن ضرورة وقف العنف من طرف الحكومة والمعارضة شركاءنا الغربيون يتملصون الآن من هذا الاتفاق ويخرقون الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم إنهم يطالبون الآن الحكومة السورية بوقف الأعمال العسكرية من جانب واحد وسحب أفرادهم المسلحين وآلياتهم العسكرية من المدن السورية وفقط بعد ذلك سيكونون مستعدين أن يطلبوا من المعارضة وقف الأعمال العسكرية دعونا نفترض أن النظام أعلن الخروج من جميع المدن وسحب كل قواته وهذا أمر غير ضروري هل تعتقدون أن المعارضة ستلقي السلاح بعد ذلك؟ المعارضة ستستولي على هذه المدن وتخضعها لسيطرتها كما وقع في الخريف إبان محاولة تنفيذ الخطة العربية الأمر لا يتعلق برغبتنا أو بنصائح نزديها للأسد بل لأن الأمر غير واقعي إطلاقا من وجهة نظر أي سياسي أو أي عملية عسكرية وعندما يتحدثون عن ضرورة نزع سلاح النظام السوري من جانب واحد فإن الهدف لا يتعلق بتهدئة الوضع أو إنقاذ أرواح المدنيين بل تغيير النظام خرقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لذلك عندما نتحدث عن ما يجب فعله من طرف خليفة كوفي أنان يجب ملاحظة أن قوام مهمته ستكون أقل من مهمة المراقبين وعددهم بضعة عشرات وهناك تخطيط لتقسيمهم إلى مراقبين عسكريين وآخرين سياسيين وقسم ثالث يساعد في تطبيق المشاريع الإنسانية وإيصال المساعدات إنني أشكك في تمكن أفراد هذه المهمة من زيارة مدن سورية أو الخروج من دمشق بالنظر إلى أعمال العنف المستمرة لذا واضح أنهم سيركزون على الإجراءات السياسية والاتصالات التي تسمح ببدء حوار سياسي وهو أمر مرهون نجاحه بتوقف العند وليس على شخص الأخضر الإبراهيمي رغم خبرته وحنكته كما لم يتوقف في السابق على المراقبين الدوليين الذين راقبوا التعامل مع وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في إبريل الماضي نحن نقترح إعلان وقف مماثل لإطلاق النار تحت مسؤولية اللاعبين الخارجيين الذين يتمتعون بنفوذ على الحكومة والفصائل المعارضة المسلحة إذا أردنا نجاحا في المسار السياسي فمن الضروري أن نضغط بصورة جماعية على كافة الجماعات المعارضة المسلحة وإجبارها على وقف إطلاق النار وإخناعها بسرعة بتعيين أسماء المفاوضين عنهم وإرسالهم إلى مكان يتفق عليه الجميع وبدء التوافق حول هيئة انتقالية وتحديد مصير القوانين الرئيسية بما في ذلك الدستور وبالطبع الإعداد للانتخابة لابد أن يقرر السوريون ذلك بأنفسهم كما يجري في الدول الأخرى الشعب يقرر مصير القيادة ما رأيكم بعد مرور 17 شهرا منذ بدأت الأحداث في سوريا هل من المفيد بالنسبة للشعب السوري بقاء الأسد في السلطة؟ يجب أن يسأل الشعب السوري عن ذلك لأن طالبوا منذ البداية بتنحية بشار الأسد تجاهلوا مصالح الجزء الآخر من الشعب السوري الذي لا يزال يرى في بشار الأسد ضمانا لحقوقه وأمنه في الدولة السورية ودعنا نعترف بذلك نعلم مدى صعوبة التكوين العرقي والطائفي للشعب السوري وتلك الأقليات التي تقف خلف الأسد على أمل أن يحمي حقوقها هي جزء من الشعب لذلك ليس من قبيل العبث أننا شددنا أكثر من مرة على ضرورة التوصل إلى اتفاق بضمان حقوق الأقليات العرقية والدينية قبل التوافق على معايير الدولة السورية المستقبلية وفقط بعد ذلك يمكن مناقشة الأمور الأخرى إنها مسألة مبدئية ومنذ بداية النزاع حذرنا من التعاون السطحي والسهل لهذه المشكلة العميقة وما يبرز الآن على الصطح خطير جدا ناهيك عن تأزم المشكلة الكردية في الأيام القليلة الماضية لنتوقف عندما أعلنه أخيرا العاهل الأردني الملك عبد الله الذي حذر من تقسيم سوريا كدولة وإنشاء جيب علوية بواسطة بشار الأسد هل تشاركونه هذا القلق إذا أذلك؟ أي تفكك لأي دولة أمر لا يبشر بخير لقد جربنا ذلك على أنفسنا وإن كان لأسباب أخرى إنها عملية تمر دائما بمرحلة صعبة وعصيبة عندما تبدأ صراعات بالتأثير والموارد والسلطة والوصول إلى منفذ بحري ليس أمرا محببا لنا متابعة كيف تتفاقم النزاعات الانفصالية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط مثل هذه النزاعات موجودة فعلا وفي هذا الإطار نحن نؤكد على تبسكنا بوحدة أراضي ليبيا حيث لا تزال هناك أمور عالقة بشأن مكونات الدولة الموحدة فما زال هناك ضرورة للتوافق مع القبائل لذا عندما نصوت في مجلس الأمن نتوخى قرارات تؤكد على سيادة ووحدة الأراضي السورية ما نشده من أحداث ضخمة يعتمد على رغبة موضوعية للشعوب بشأن تحسين وضعها المعيشي لقد برزت المشاكل على السطح بعد أن كانت مغيبة خلال عشرات السنين من نظام الحكم الفردي إدخال الديمقراطية إلى المنطقة أمر حتمي وواجب ومسؤولية اللاعبين الخارجيين يجب أن لا يتلخص في المصالح الآنية والمرحلية على حساب انفجار تلك المشاكل التي كانت تتفاقم خلال عشرات السنين بل تهدئة هذه المشاكل ومساعدة الشعوب على حلها سلميا وليس عن طريق السلاح تطرقتم الآن إلى المشكلات العرقية العديد من خبراء السياسة يدعون أنكم تخشون ما يعرف بالإسلام السني هل هذا صحيح؟ لا أبدا نحن نخشى أن تتفاقم التناقضات داخل الإسلام نفسه بما لذلك من عواقب وخيمة نشاهد يوميا أعمالا إرهابية في العراق وأفغانستان ونتكهن بمن يقف خلق ذلك نحن مع مساعدة المسلمين لتنفيذ ما جاء في وثيقة عمان التي أقرها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عام 2005 والتي تقول إن إخوانك لا يمكن أن يصبح أعداء ما دمت مسلما تؤمن بالله بغض النظر عن كونك سنيا أو شيعيا والأمر لا يتعلق بالإسلام فقط نحن مع الحوار بين الحضارات ونتعاون مع الدول العربية وغيرها من الدول الإسلامية في بسط القيم الروحية في العلاقات الدولية في آخر المطاف كافة الأديان الرئيسية تعتمد على قيم روحية واحدة وواضح أن هذه القيم أصبحت شحيحة الآن في السياسة الدولية وهذا ينطبق على الدول الإسلامية وكذلك الدول التي تعد المسيحية ديانتها الرئيسية وغيرها نظرياً هل تدرسون ما يعرف بالسيناريو السوري في اليوم التالي لسقوط النظام كما يفعل العديد من شركائكم الغربيين حالياً إنهم لا يناقشون هذا الأمر فحسب لقد سمعت أن بعض الدول الغربية يخصص مراكز بحثية تجهز بالفعل لإصلاحات اقتصادية ودستورية وأخرى للجيش والشرطة والمؤسسات الأخرى إنه أمر محزن لأنه يعني شيئين إما أن هؤلاء المفكرين يعتقدون أن الشعب السوري لم ينضج بعد لإيجاد حلول لمشاكله بنفسه ويحاولون القيام بذلك بدلاً عنه ويسعون لفرضه على الشعب السوري وإما أنهم لا يؤمنون أن من حق الشعب السوري تقرير مصيره بنفسه نحن نفضل الابتعاد عن هذه التمارين وأن يعمل اللاعبون الخارجيون على مساعدة السوريين للجلوس إلى طاولة الحوار عذراً هؤلاء يرون أن قوات الأسد لا تسيطر على قسم كبير من الأراضي السورية هم يرون أن قوات الأسد تسيطر على جزء كبير جداً من الأراضي السورية وهذا واقع يجري في البلاد نزاع داخلي مسلح ولو تحدثنا بواقعية فقد ذكرت لكم مثالاً حول ماذا يريد الذين يكتبون في الخارج سيناريو الإصلاحات لسوريا إنهم يريدون أن يسحب الأسد قواته من جانب واحد لا أحد بإمكانه إقناع الأسد بذلك لا أحد لقد تأكدوا بأن الخصوم ينفضون قطعياً الاتفاق حول وقف إطلاق النار ويطلبون من الأسد نزع السلاح من طرف واحد ما يعني عملياً الاستسلام أنصار الأسد قرر القتال حتى النهاية وهو أمر متوقع وأراد استفزازه بهذه الطريقة التي تعطي ذريعة للذين يريدون استخدام القوة المسلحة ويقولون إنهم لا يستسلمون طالما يبقى مجلس الأمن مكتوف الأيدي معلوم بأن سلاح الجو السوري ينفذ الآن ضربات ضد السكان المدنيين في سوريا وطبعاً يستخدم النظام السلاح الذي اشتراه من روسيا هل ستواصلون مده بالسلاح؟ تقصد السلاح الذي اشتراه من الاتحاد السوريتي السابق؟ لقد قلنا مراراً إننا نفذنا العقود القديمة ولا نعقد صفقات جديدة أكثر من 130 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة دانت نظام بشار الأسد قبل أيام عدى روسيا والصين وبعض دول أمريكا اللاتينية في هذا الصدد ألا تخشون من إمكانية وقوعكم في عزلة سياسية؟ قبل كل شيء لقد دانت روسيا والصين نظام الأسد غير مرة الحالة التي تتحدثون عنها تتعلق بقرار يتضمن مطالبات جانب واحد ولم يتضمن الاعتراف بواقع يقول إن إطلاق النار يتم من جانب المعارضة أيضاً وليس من الجانب الحكومي وحده وأن هناك ضحايا يسقطون بنيران المعارضة وقد أعلنت منظمات إنسانية دولية مؤخراً أن المعارضة المسلحة ترتكب جرائم ضد الإنسانية وقد اضطررنا للتصويت ضد هذا القرار لأن واضعه لم يرغبوا في الاعتراف بهذا الواقع نحن ندين النظام على ما يرتكبه من خروقات وندين المعارضة أيضاً أما ما يتعلق بوضعنا في العالم وإمكانية أن نتعرض لعزلة دولية أستطيع أن أعدد لكم أمثلة حيث تصوت دولة واحدة بلا وتصوت جميع الدول الأخرى بنعم مثل ما يتعلق بالتسوية الشرق أوسطية والحظر ضد كوبا وغيرها لا أحد يفكر في مسألة العزلة الأمر يتعلق فقط في أخذ المواقف وأكرر تصويتنا في مجلس الأمن ليس تعنتاً أو انحيازاً أيدولوجياً ضد طرف بل خط مبدئي في الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي يتضمن مصطلح الثورة ولا تدخل في مسؤولياته الثورة في هذه القاعة التقينا بقادة المجلس الوطني السوري السيد برهان غليون حل علينا في نوفمبر وفي الشهر الماضي زارنا السيد عبد الباصد سيدة قالوا لنا إنما يجري في سوريا ثورة قلنا إذا كان الثورة فلا علاقة لمجلس الأمن بها لأنه يعمل على حل النزاعات سلمياً عبر وسائل ضد الأطراف التي تنتهك العملية السلمية وفي هذه الحالة يجري الحديث عن الطرفين نحن لا نشعر بالعزلة وهذا أهم شيء جميع المعارضين يقصدوننا ونجري حوارات مع المعارضة الداخلية والخارجية لقد زارنا مندبو هيئة التنسيق الوطنية التي تخترب مواقفها جداً من مواقفنا إنها تصر على وقف العنف من جميع الأطراف والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والمخطفين من جانب الحكومة والمعارضة وإيصال المساعدات الإنسانية وبدء حوار سياسي بين عموم السوريين كل الدول العربية تقريباً تؤكد اهتمامها بتطوير المزيد من التعاون مع روسيا في المجالات الإحصادية والسياسية شعرنا باهتمام السلطات الجديدة في تونس ومصر حيث وصلت إلى الحكم أحزاب دينية والسلطة الجديدة في ليبيا حيث وصل لبراليون إلى الحكم في هذه المرحلة ويهتمون بإعادة تنشيط علاقاتنا ولكن يلاحظ تنامي عدم الرضا لدى قسم كبير من المواطنين العرب الذين اعتادوا دعم روسيا والاتحاد السوفيتي سابقاً للشعوب وليس للحكام الأمر يتوقف على مدى تواجدنا في الساحة الإعلامية أعتقد أن من يشاهد القنوات الروسية بما فيها تلك التي تبث من داخل الأراضي السورية لديه صورة مغايرة مقارنة مع الآخرين المحرومين من هذه الإمكانية هل المشكلة في وسائل الإعلام فقط؟ كلا كلا يتم هذا على خلفية إعلامية الرأي العام يتشكل من قبل ساسة ووسائل إعلام عندما تعلن وسائل إعلام مقتل جنرال روسي في سوريا ثم يتضح أن ذلك كذب مفضوح إنه جزء من الصورة العامة لقد بثوا بإلحاح خبر مقتل الجنرال وأنه كان من مستشاري الأسد ولما كشف كذبهم عرضوا ذلك باستحياء بحيث لم يره كثيرون الأمر نفسه يتعلق بفضيحة ما نسب إلى نائب باكدانوف الذي لم يتحدث مع صحيفة الوطن السعودية لقد استمعت إلى التسجيل الصوتي وواضح أن شخصا ما يجيب على أسئلة يلقيها على نفسه وهو ما يذكرنا بما جرى في حرب القوقاز عام 2008 عندما عرضت قناة سي أن أن صورا لمدينة تسيخنفال الأوسيتية حيث دهمت دبابات جورجية وقتلت نساء وأطفال وحينها قالت القناة أن هذه دبابات روسية دهمت مدينة غوري الجورجية تماما كما عرضت إحدى القنوات أحداثا وقعت في العراق قبل عشر سنوات وقالت إنها فضائع نظام الأسد ضد المدنيين في سوريا لذلك يتوقف الكثير على وسائل الإعلام عندما يقول الناس في البلدان العربية إن روسيا تدعم الشعوب وليس الأنظمة فهم محقون لا يوجد أي دعم للنظام السوري في موقفنا لقد قمنا بإدانته وانتقاده وطلبنا منه قبول المبادرة العربية وخطة كوفي أنان وبعثة المراقبين الدوليين وبيان جينيف الأسد نفذ كل ذلك بغض النظر عن ممارساته الأخرى حتى إنه عين مفاوضا وفق طلب كافة مشاركي اجتماع مؤتمر جينيف قابل تجاهل طلبات مماثلة تجاه المعارضة لذا أطرحوا سؤالا من يؤيد الحوار الأسد يتعرض للضغوط من كافة الأطراف ويعاني من العقوبات ورغم ذلك إذا كان المشاركون في مؤتمر جينيف مخلصون في نواياهم لكانوا قد طلبوا على الموافقة على الحوار بين المعارضة والحكومة لنتحدث قليلا عن إيران بعد فشل جولتين المفاوضات في إسطنبول وموسكو حول الملف النووي الإيراني هل تنوي روسيا القيام بخطوات مستقبلية في هذا الصدد؟ هنا نعمل على أساس مبادئ مرحلية ما يعني ضرورة وضع خارطة طريق توضح الخطوات التي يجب على إيران القيام بها الخطوات المقابلة في اتجاه إيران إذا قبلت ذلك أهم شيء هي المفاوضات لتسوية هذه المسألة لقد طرح كل جانب كيفية النظر إلى طريقة حل المسائل الخاصة بتخصيب اليورانيوم بنسبة معينة نسير ببطء لكننا نلمس الاتجاهات التي من شأنها إيجاد حل لن يكون ذلك سريعا أو سهلا كيف تقيمون علاقاتكم الحالية مع دول مجلس التعاون الخليجي؟ هل ترك التباين بشأن الأزمة في سوريا آثارا سلبية على تلك العلاقات؟ نعم تؤثر على هذه العلاقات لكن العلاقات جيدة مع دول منفردة وعام ومع مجلس التعاون ككل أجرينا أول لقاء وزاري مطلع نوفمبر الماضي وتم إطلاق الحوار الإستراتيجي ولقاء الثاني سيعقد في روسيا فيما يتعلق بتباين مواقفنا حول سوريا فإن أهدافنا متطابقة وهي ضرورة أن يعم السلام في سوريا وأن يعيش الشعب السوري برفاهية ولكن أغلب هذه الدول لا يريد بقاء الأسد في السلطة بعد كل ما جرى بينما أنتم تريدون أنتم تسألون وكأنكم مقتنعون بأن غالبية الدول العربية لا تريد بقاء الأسد في السلطة لكن روسيا تريد ذلك لا يهمنا من سيكون في السلطة في سوريا أهم شيء أن تكون هذه السلطة منتخبة من الشعب وبدون تدخل من الخارج أذكر أننا اجتمعنا مع ممثلي الدول الخليجية والجامعة العربية ووضعنا خمسة مبادئ مع نظير القطري الشيخ حمد وأعلنناها أمام وسائل الإعلام منها وقف العنف وعدم التدخل الخارجي بعد ذلك أسمع من أفواه نظرائي بمن فيهم الشيخ حمد بالدعوات بالتدخل الخارجي في سوريا لا أدري ما كان سبب موافقته على ما اتفقنا عليه بعدم جواز التدخل الأجنبي نحن نحاول أن نكون أصحاب نهج واحد لكن شركاءنا أحياناً يغيرون مواقفهم 180 درجة وللأسف لا نملك شيئاً إذا أتلك يتعرفون بمقاعدة في الوقت السائلية ويجب أن يتعرفون بسبب الوحر سؤال الأخير ولعلكم تعرفون أن العديد من وسائل الإعلام الغربية والعربية يطلقون عليكم لقب السيد لا كما كان يسمى وزير الخارجية السوفيتي السابق غروميكو هل يزعجكم ذلك؟ لا أبدا لم أسمع عن ذلك ولو كان المقصود بلا لخرق القانون الدولي فأنا أفخور بأن أكون سيء لا شكرا جزيلا لكم سيرجي فيكتوريش مشاهدين الكرام هذا اللقاء جريناه في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف دمتم بخير